اشتركوا في القناة في عشر سنين خلصت وزارة جيز 500 مليار دير السنتيم على أحكام قضائية صدرتها القضاء ضد وزارة جيز لأنها تعسفت في العقود الإدارية لأنها لم تؤمن ولم تحصن العقود التي أبرامتها وهذا 500 مليار تعادل في سنة تقريبا 50 مليار دير السنتيم والمفجع هو أن المواطنين والجماعات منهم ينضغوتهم بأنهم يريد الطيق والأنفاق والطروت والمسالك والمزارة جيزة لأنها ترحل البلد الفقير ولم ترحل الفلوس ولم ترحل البلد الفلوس علما أن هذا النفاق لا يكلف حسب مكتب دراسات المهندسين التي استشرنا معهم كأنفاس هو أن 5 مليار أو 6 مليار في الماكس يداري بمعنى هذا 500 مليار كانت كيفية لنزلوا النفاق للتيشكا ونضربوا عصرين بحجرين واحد من جهة تحقيق العدلة المجالية في المغرب ومن جهة نتواصلوا ما بين شمال وجنوب المملكة بيسر على طريق هذا النفاق للتيشكا ولكن للأسف الشديد حيث الفاسد أصبح رياضة وطنية في المغرب يعني المسؤولين سواء على المستوى الحكومي وعلى مستوى الإدارة المركزية يستهترون ويستبيحون الملعام لماذا؟ لأنه سبق لنا إذا لم تأخوني الذاكرة ودرنا فيديو سابق في مارس أو فبراير 2021 وبيننا بأن هذه الأحكام القضائية أصبحت مضخة التي يدرون فيها الناس يعني تجارة كما قلنا لماذا؟ لأنه بينت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن طريق الوكرة القضائية بأن مجموع الأحكام التي تخرج تقريبا ١٠٠٠٠ ميل في العام يعني كتكبد الإدارة المغربية خاصة هذه الصباحات المالية هذه الدرم ما بين تعويضات وما بين غرامات لماذا؟ لأن كما قلنا العقود لا تبرم بطريقة جدية لأنها تحملت لا تساغ بالطريقة الملائمة تعسوه في استعمال السلطة مما يجرق الإدارة المغربية إلى المحاكم والفضيع في الأمر أن ٧٠٠٠٠٠٠ من هذه الأحكام التي تخسرها الإدارة المغربية كتكون ذات الوزارات التي فيها الكتاب العامون فيها المدارات المركزيون وفيها الخبراء وفيها بنقصين الكفاءات والكاليبر إذا كانت أخوية هذه الوزارات في هذه الكاليبر والكاليبر والكاليبر وإذا كبدوا نحن ٧٠٪ من الخسارات التي بلغت سبعات المالية هذه الدرم في العام إذن كل شيء يكلوش ثم يجب على المشريع أن يتدخل طالما أن المشريع لم يكتب واحد المقتضى بأن المقصر في هذه العقود الإدارية التي تخسرها الإدارة المغربية هو الذي ستحمل المسؤولية سواء كان وزير أو كاتب عام أو مدير مركزي أو رئيس مصلاحق فالنزيف سيستمر لأن الإدارة المغربية تنخسرها إحنا لكي تنشي رساق في الفونكسيون الموديلة تنخلصها إحنا كمغاربة ١٢٦ مليار دل الدنم أي ما يمثل تقريبا ٢٠٪ من نتيجة داخل الخام دل المغرب كمغاربة ٢٠١١ مليار دل الدولار إذن لا يعقل أن ٢٠٪ من ١٨١ مليار دل الدولار نضعها على الفونكسيون الموديل الإدارة لكي نمشي نعسوه جنب الراحة ونقول إدارة دينا بمشي الأمور دينا في جودة عالية وفي الإستاندار العالمية فإذا بنا نتكبد ٢٠٪ من نتيجة داخل الخام كنخلصوا الإدارة ونخلصوا ١٧ مليار دل الدرهم في كل سنة كانت تعويضات وغرامات اشتركوا في القناة